السلام عليكم ورحمة الله وبركته مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد للحديث عن كرة القدم الجزائرية والحديث عن أخبار محترفين أمس كما لاحظتم رياض محرز يواصل التهديف والتسجيل وكذلك يواصل الظهور بالمظهر الجيد واللي يقع البدنية الجيدة هذا ما يثلج صدور الجزائريين ويبشر بالمستقبل وبما سيكون إن شاء الله في شهر مارس في لقاء السد ضد الكاميرون إذن المبروك لرياض محرز بهذا الهدف الجديد وهو هدف مانشستر سيتي في كل المناسبات وكل البطولات تصنيف الفيفا يعطي دائما بلجيكا في المرتبة الأولى متصدرة كرة القدم العالمية متبوعة بالبرازيل في المرتبة الثانية وفرنسا في المرتبة الثالثة بينما الجزائر تراجعت إلى المرتبة الثالثة والأربعون يعني بعدما كانت الجزائر في المرتبة 29 صارت في المرتبة الثالثة والأربعون تأخر كثير لكن إحنا الترتيب تعالفيفا هذا غريب غريب جدا ولا يهمنا كثيرا يهمنا اللقاءات ويهمنا لقاء السد هو الأساس يعني الفوز بلقاء السد والظهور في كاس العالم 2022 بقطر قلت السنغال في المرتبة الأولى متبوعة بتونس والمغرب والجزائر في المرتبة السابعة إفريقيا اليوم خبر آخر بعد إصابة يوسف عطال إصابة بدران بتمزق عضلي وسيغيب عن المنافسة لمدة شهر يعني أتعاب جمال بالماضي تتضاعف بعد يوسف عطال يصاب اليوم أيضا بدران بتمزق عضلي ويغيب عن الميادين لشهر كامل نتمنى ولو إن شاء الله شفاء العاجل ويعود بسرعة إلى ميادين كورت القدم اليوم كما تعرفوا شباب بالوزداد اليوم الخامس عشر فيفريه 2022 يغادر أرض الوطن متجها إلى تونس ويصل إلى تونس للقاء النجم الساحلي في إطار رابطة أبطال إفريقيا بالتوفيق إن شاء الله لشباب بالوزداد ولفريق شباب بالوزداد اليوم خبر يعني مضحك جدا وهذه من غرائب إفريقيا يعني الأفريق عودتنا على هذه الأمور رئيس الاتحاد الجزائري عمارة شرف الدين يصرح ويقول أن الشان ستنظم في الجزائر مطلع 2023 اليوم صحفة الإفوارية تعطي أخبار وتأكد فيها يعني متأكدة أن الكود إفوار هي لتنظم الشان 2023 يعني غريب وغريب جدا حتى كان هناك تصريح لوزير شباب ريادة سيد سبقاق وقال لم يصلنا أي شيء وما هذا الموضوع؟ نحن من سينظم كأس إفريقيا للفرق المحلية في مطلع 2023 يعني في لاني دوميل وزد أكد كذلك رئيس الاتحاد الجزائري إلى جانب وزير شباب ريادة أنه حتى يحدث العكس نحن من سينظم دورة 2023 للشان وأخبار الصحافة الإفوارية اللي ريترمي في هذه السموم ممكن عندها قصد وعندها خلفيات مع الكاف يجمع وكل شيء ممكن مع الكاف عودتنا الكاف على قرارات غريبة وغريبة جدا هذه الأمسية نعطيكم لقاءة تعيوم الخميس هذه الأمسية عندنا ربع نهاية كأس إيطاليا أطالنطا تلعب ضد فيورنتينا وعندنا كذلك جيفانتوس تلعب ضد ساسولو اللقاءات كلها ابتداء من الساعة 8 والنصف التاسعة إلى الربع عندنا أيضا لقاءات هامة في البريمير ليغ الإنجليزية ليفربول يستقبل لايستر سيتي على الساعة التاسعة إلى الربع لقاءة في القمة دائما لبقاء ليفربول في المراتب الأربع الأولى والولفر هوبتون يستقبل كذلك أرسنال لقاءة مهم جدا بالنسبة لأرسنال في الساعة التاسعة إلى الربع يعني هذه اللقاءات الأمسية دينا في إيطاليا وفي أنجليترا يجمع ما تنسوش دعمونا بالاشتراك في القناة أبوني ومعنا في القناة باش يوصلكم كل جديد كل أخبار الفريق الوطني الجزائري ولاعبي الفريق الوطني الجزائري وما تنسوش درونا أيضا لايك درونا لايك بارك الله فيكم إلى الملتقى دمتم في رعاية الله وحفظه سلام